السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدما تعرفنا في الفيديو هذا السابق عن فوائد عنصر الزنك وعلى النسبة الطبيعية وأسباب الارتفاع ونغفاض وأهم أعراض نغص الزنك في الجسم الآن نتعرف على تواجد الزنك في الأكل حيث تواجد في اللحوم الحمراء والدجاج يضع توفر أيضا في صفار البيض في جميع منتجات الألبان مثل الجبن والحليب خالد دسم أيضا في المكسرات خصوصا في الكاجو واللوز موجود في البقوليات مثل الفول والحمص والفاصولية موجود في الشوكولات الداكنة الخالية من السكر موجود في الخضار مثل الليفت والبازيلا موجود في المأكلات البحرية البحرية العفو مثل المحار والجنبري اللي هو الروبيان موجود في عامة الأسماك اللي يكون هذو المادة مثل السائلة الشفافة هذا هو الزنك أيضا في كبدة الحيوانات مثل كبدة البقر وكبدة الدجاج أيضا في بذور اليقطين في المحار في البصل في الثوم والشوفان والزنجبيل وبالنسبة لأنصر الزنك يتطلب أن يكون هناك حموض معدقوي يعني يحتاج لها حموض معدقوي حتى يكسره يكون جاهز للهضم وبعدها ينتقل لمرحلة الامتصاص والأمعه أيضا كلما كان معه زنك الزنك سوف يزيد من أمتصاص عنصر الزنك أما بالنسبة للحاجة اليومية فلل الرجال 11 مليغرام وللنساء 8 مليغرام للحوامل 11 مليغرام وللمرضاعات 12 مليغرام ترجمة نانسي قنقر